ومن اعظم الاعمال الصالحة التي تتقرب بها الى الله طلب العلم وذهب جمهور العلماء الى ان الفخذاء يجب ان يستر ايضا لما جاء عن جرهد الاسلمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه فقال له صلى الله عليه وسلم اما علمت ان الفخذ عوره رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه الطحاوي والبيهقي والالباني وهذا الحديث الصحيح نص في ان الفخذ عوره فلا يرد هذا النص بالمحتملات فهو يدل على ان فخذ الرجل عوره يجب عليه ان يستره فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على جرهد رضي الله عنه وقد كاشف فخذه انكر عليه صلى الله عليه وسلم باسلوب حكيم فقال اما علمت ان الفخذ عوره فعلمنا بهذا النص الصريح الصحيح ان الفخذ عوره